محمد فيه بيان الاتحاد كرة القدم المصري تم الإعلان عنه دلوقتي هنقرأه لحضرتك وهنقرأه للسيد المشاهدين علشان نعرف بيان بيقول فيه ايه البيان طويل شوية وبالتالي هنقرأه على مهلنا علشان نعرف كل الكلمات اللي موجودة فيه بيان الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يطلع بمسئولياته تجاه كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية يؤكد على أنه أوضح كثيرا الظروف الإجبارية التي جعلت من هذا الموسم استثنائيا يستوجب تكاتف كل الجهود لا سيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الأفريقية عشرين تسعة واشر وهو ما زاد من مسئوليتنا جميعا خاصة وأن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سواء أربعة شهور تقريبا احتجنا فيها أن نصابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة فضلا عن المشاركات الأفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهدا كبيرا للانتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية لكن للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الأخيرة مع كل الأندية المصرية لكن المؤكد أيضا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية دون مجاملة لأي نادي حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية نقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية لكن المؤكد أيضا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية دون مجاملة أي نادي حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية نحن نقدر النادي الأهلي كنادي كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسؤولي الأندية ونتفهم جيدا أسباب طلبه الانتهاء من مسافة الدوري العام قبل بطولة الأمم وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الأندية وهي بالطبع مطلب كل الأندية ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية لكن رغبة النادي الأهلي والتي هي رغبتنا بالأساس بإنهاء بطولة الدوري قبل بدء كأس الأمم الأفريقية أصبحت تصطدم بالواقع وهو أن الوقت لم يعد سامحا بذلك كما أن استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية ونادي الأهلي والذي نراهن دائما على قيمته ورطنيته في مثل هذه الظروف ومعه كل الأندية المصرية وقبلهم الاتحاد المصري لكرة القدم يقع عليهم العب الأكبر في هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن ويتطلب هذا استكمال مباريات الدوري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية وفيما يتعلق بالقيد الأفريقي فإن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الأفريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من 30 يونيو إلى 5 أغسطس استنادا إلى إعادة نهاء دوري الأبطال الأفريقي ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم بأن لا يلحق أي ضرر فني أو أدبي بالأندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الأفريقية في الموسم الجديد وفي ذات الوقت فإن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكملة للمسابقات المحلية على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانة لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعمة وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسؤولة لبدء الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع على تكاليفه وقدرة الأندية على تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه وسيتم اليوم إعلان مواعيد المباريات المتبقية لمسابقة الدوري العام وكأس مصر ومباراة السوبر 2018-2019 مع تمنياتنا بالتوفيق للقرة المصرية وفيه هنا الجدول اللي موجود واللي تم الإعلان عنه اللي باقي المباريات عندنا أستاذ محمد ركز معي في التوريخ دي كايس أو موجود معنا على الشاشة يوم 23 سبعة الجونة والزمالك هيتلعف في استاد الجونة يوم 26 سبعة بعدها بثلاث أيام الزمالك والإسماعيلي وفي نفس اليوم مباراة المقاولون العرب مع النادي الأهلي ويوم 37 بعدها الأربع أيام الأهلي والزمالك في ختام مصابقات بطولة الدوري المصري المنتاز 2018-2019 أما بالنسبة لكأس مصر هيكون يوم 28 تمانية الأهلي وبيراميدز يوم الحد واحد تسعة الفائز من الأهلي وبيراميدز هيلاعب فريق حرس الحدود وفي نفس اليوم واحد تسعة مباراة الزمالك ومصر للمقصة على أن يتم طبعا وضع احتمالية فوز الفرق علشان تقام بقى المباراة يوم خمسة تسعة مباراة ويوم خمسة تسعة مباراة يوم خمسة تسعة هيكون فيه الفائز من لقائين اللي هيكونه يوم 27 أو اللي هتكون المباراة رقم 27 ضد نادي الاتحاد السكندري والفائز من خمسة وعشرين ضد نادي بيتروجيت هتكون يوم خمسة تسعة وأخيرا يوم الاتنين يوم تسعة تسعة النهائي هيكون الفائز ما بين لقاء الاتحاد واللي هيلاعب الفريق الفائز من لقاء 27 والفائز من اللقاء رقم خمسة وعشرين ضد نادي بيتروجيت الكسبان هيلعب الكسبان فيه مباراة بيوم تسعة تسعة فيه نهاية كأس مصر على استاد القاهرة ودي المباراة الوحيدة هتكون على ملعب استاد القاهرة فيه مسابقات فيه مسابقات بطولة كأس مصر طيب ويوم الأربع يوم تمنتاشر تسعة هتكون مباراة السوبر المصري بطل بطولة الدوري المصري ضد بطل بطولة كأس مصر يوم تمنتاشر تسعة الفين وتسعة وبكده أريدنا لحضراتكم البيان قلنا لحضراتكم الجدول المسابقة اللي كان الأستاذ محمد بيتكلم وبيقول لحد الوقت الحالي لم يتم الإعلان عن لا جدول ولا عن بيان ترجمة نانسي قنقر